السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بيان للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني كتبه بتاريخه السابع من أغسطس لسنة 2020 الموافق السابع عشر منذ الحجة لسنة 1441 للهجرة عنوان البيان السائل خليفة الله وعبده المهدي والمجيب الله رب العالمين يا معشر المكذبين بالقرآن العظيم وهم يعلمون أنه الحق من ربهم لا سلام الله عليكم ولا رحمته ولا بركاته ولا نعيم رضوانه ولعن الله من يكذب بكتاب الله القرآن العظيم من شياطين الجن والأنس كما لعن الله إبليس إلى يوم الدين ثم أما بعد فربما يود كافة علماء المسلمين وشعوبهم أن يقولوا بلسان واحد نحمد الله ونشكر فضله فنحن جميع المسلمين قادتهم وعلماءهم وشعوبهم مؤمنون بكتاب الله القرآن العظيم على مختلف المذاهب والأحزاب مؤمنون بكتاب الله القرآن العظيم لصلاة الله للعرب والعجم كتابا واحدا موحد محفوظا من التحريف والتزييف قرآن العربي المبين لكل ذي لسان عربي مبين فنحن العرب مؤمنون بل موقنون أن خاتم الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلقى القرآن من لدن حكيم عليم الله رب العالمين وجعله الله محفوظا من التحريف والتزييف في كل زمان ومكان نسخة واحدة موحدة في العالمين وجعله الله المرجع المهيم على التوراة والإنجيل وعلى كافة الكتب والأحاديث في السنة النبوية وما حفظه الله من التحريف والتزييف عبذا سبحانه بل ليكون المرجع لتصحيح ما يخالفه في كافة الكتب كونما جاء مخالفا لمحكم القرآن العظيم فهو حتما باطل مفتر من عند غير الله ورسوله ومن أصدق من الله قيله وأهدا سبيله فمن ثم يقيم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني عليكم الحجة بالحق وأقول إذن فقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير واستجبنا لدعوة الاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم إن كنتم صادقين سبحانه القائل في محكم كتابه في قوله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتونوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم فهل يحكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحكم الله يأتي بالحكم من محكم كتابه؟ كون الحكم هو لله وحده ولا يشرك في حكمه أحدا تصديقا لقول الله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ولذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يظلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون صدق الله العظيم فمن ثم يرد عليكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقيم الحجة عليكم بالحق وأقول سننظر ونرى أصدقتم أم كنتم من الكاذبين كمثل شياطين البشر من اليهود والنصارى الذين آمنوا به وقالوا سمعنا وعصينا وقال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم وإني المهدي المنتظر خليفة الله على العالمين أقسم بالله العظيم ربي وربكم لأجعلنكم بين خيارين اثنين فإما أن تصدقوا الله وإما أن تكذبوا بكلام الله فيلعنكم الله الواحد القهار مع الكفار بالذكر لعنا كبيرة وسوف نجعل هذا البيان يتكون من سؤال وجواب فأما السائل فعبد الله وخليفته على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأما المجيب مباشرة فهو الله رب العالمين وذلك حتى إذا كذبتم فقد كذبتم بكلام الله فلعنكم الله لعنا كبيرا مع الكفار بالذكر وتوقلت على الله وكفى بالله وكلا بسم الله نبدأ السؤال الأول يا الله سبحانك عما يشركون وتعاليت علوا كبيرا كم عدد أشهر العام القمري في كتابك القرآن العظيم والجواب قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلم فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم السؤال الثاني يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فزدنا علما عن هذه الأشهر الأربعة الحرم فهل هي أشهر ركم الحج إلى بيتك المعظم المسجد الحرام الجواب قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير نعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى والتقونياء للألباب صدق الله العظيم السؤال الثالث يا الله حسب فتواك الحق أن أشهر فريضة الحج أربعة أشهر للعالمين من المسلمين لمن أراد أن يؤدي فريضة الحج فيهن من المسلمين من مختلف أنحاء العالمين حسب فتواك في محكم كتابك في قولك الحق الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى والتقونياء للألباب صدق الله العظيم فهل أشهر الحج الحرم الأربعة متتالية في الكتاب أم متفرقات والجواب قال الله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج العمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين مسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم السؤال الرابع يا الله سبحانك فهل أشهر الحج الحرم يبدأ العام بهن في أول السنة أم ينسلخ بهن العام في أواخر أشهر كل عام الجواب قال الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم واقعودوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم السؤال الخامس يا الله يا أرحم الراحمين فهل الإنسلاخ يعني انقضاء العام بأشهر الحج الحرم الأربعة فينسلخ العام بشهر محرم الرابع وهو الشهر الثاني عشر من العام القمري كونك أعلنت البراءة من المشركين الشاهدين على أنفسهم بالكفر أن يقربوا المسجد الحرام ليكون حصريا لحج المسلمين المؤمنين بالقرآن العظيم فهل البراءة في منطقة محصورة فقط وهي منطقة مكة مكرمة التي وجد فيها المسجد الحرام فهل ينقض العام بالأشهر الحرم الأربعة من بعد صيام ركن من أركان الدين شهر الثمانية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن ثم تبدأ أشهر أداء فريضة الحج والجواب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم صدق الله العظيم إذن يا إله العالمين قد تبين لكافة المسلمين العرب والعجم أن عدد الأشهر في محكم كتاب الله للعام الواحد 12 شهر وتبين للمسلمين العرب والعجم أن سنة لا تبدأ بالشهر الحرام بل تختم بشهر محرم الرابع من أشهر الحج الحرم الذي هو ذاته الشهر الثاني عشر في السنة القمرية فمن ثم تبدأ أشهر السنة القمرية من شهر صفر وتنقضي بشهر محرم فلكم أظل المسلمين بسبب بعدهم عن محكم كتابك القرآن العظيم وتركوا اتباع آيات أم الكتاب المحكمات في القرآن العظيم هن أم الكتاب مثال فتواك في محكم كتابك عن عدد الشهور عند الله في محكم كتابك للعام الواحد 12 شهر وعلمتهم في محكم كتابك أن السنة القمرية لا تبدأ بالشهر الحرام بل تختم به اللهم إن هذه أمة يأتون البيوت من ظهرها وليس في أهلة الشهور فحسب بل حتى في العام الجديد يأتوه من ظهره اللهم إنك قلت وقولك الحق يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتو البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتو البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم إني عبدك الإمام المهدي ناصر محمد خليفتك على العالمين أنت من استفيتني وعلمتني أنه لا يجادلوني أحد من القرآن إلا غلبته وصدقت إلهي في الرؤية الحق فوجدت صدق فتواك على الواقع الحقيقي كون الرؤية لا يبنى عليها أحكام شرعية للأمة فإذا كانت حقا وحي من الله فكان حقا عن الله أن يصدق بوحيه على الواقع الحقيقي كما أصدقت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية فتح مكة بما أنها كانت بوحي من الله صدقت بوعدك وجاء خبر صدق وعدك في محكم كتابك في قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العظيم برغم أنك كنت ترسل إليه عبدك ورسولك جبريل ولكنك جعلت الفتح تصديق رؤية البشارة لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تشهد أني لم أفتر عليك أنني الإمام المهدي ناصر محمد خليفة الله على العالمين ولم أفتر عليك أن أعلن للبشر أن الشمس أدركت القمر فولد الحلال من قبل الكسوف واجتمعت به وقد هو هلالا تصديق شرط من أشراط الساعة الكبر وآية التصديق للمهدي المنتظر ناصر محمد اليماني اللهم إنك بعثت خليفتك في أمة كبارها مجرمون لا ولن يصدق بخليفة الله الحق من عندك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني إلا بآيات عذاب أليم كونهم معرضين عن كتابك القرآن العظيم فمهما حاجتهم به فلا ولن يصدقوا إلا قليلا من الأنصار السابقين الأخيار وكثير من المسلمين لا مصدقين ولا مكذبين حتى يروا آيات العذاب الأليم لتطمئن قلوبهم اللهم حقق لهم ذلك فما أشبه قلوب مسلمي اليوم بقلوب كفار قريش الذين أخبرتنا بقولهم في قول الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم اللهم إني أشهدك أن العذاب الموعود ليس في زمن بعد محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين بل في زمن الشاهد الأعظم من بعد الله على العالمين بينهم وبين رسول هذا القرآن العظيم أن محمد رسول الله لم يفتر على الله القرآن العظيم وأشهد لله أنه تلقاه من لدن حكيم عليم وجعلني أكبر شهادة بهذا القرآن العظيم وشاهد من بعد الله على العالمين كونه آتاني علم كتابه القرآن العظيم فإذا كنتم ترون بالحق بدون خبر البشرى ببعث خليفة الله المهدي ناصر محمد فقد علمكم الله كيف تعرفونه إذا بعث فسوف تجدونه أنه أعلم البشر بكتاب الله القرآن العظيم فسوف تجدون بشارة بعثه شاهدا على العالمين من بعد الله في قوله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كثى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده وعلم الكتاب صدق الله العظيم فمن يجيركم من عذاب الله يا من كذبتم بداعي الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد فمن يجيركم من عذاب الله يا من استكبرتم على خليفة الله المهدي ناصر محمد فلن ينفع معكم البيان الحق للذكر وأنتم به مؤمنون ولم تصدقوا أن الشمس أدركت القمر وصار يكتمل القمر البدر أمام أعينكم قبل ليلة النصف من الشهر بليلتين أو ثلاث وأنتم تعلمون ولكنكم تكذبون أعينكم وأنتم تبصرون وأما علماء الفلك وأصحاب الرؤية الشرعية فقد علموا علم اليقين أن الشمس أدركت القمر فولد الهلال من قبل الكسوف فاجتمعت به الشمس وقد هو هلال فكتموا شهادة الحق وهم يعلمون ألا لعنة الله عليهم إذا لم يعترفوا أن الشمس أدركت القمر فولد الهلال من قبل الاقتران المركزي واجتمعت به وقد هو هلال هذا ما أراني الله ومن أظلم ممن افتر على الله كذبا أو لعنة الله على من كذب بآياته وهم يعلمون وعلى كل حال لسوف يكتمل القمر البدري لشهر محرم الرابع مساء يوم الاثنين ليلة ثلاثاء كون الشمس سوف تدرك القمر فيولد الهلال من قبل الكسوف في العرجون القديم وهو ما تسمونه بالاقتران المركزي وفي كل شهر يكسف القمر بالشمس في العرجون القديم منذ أن خلق الله السماوات والأرض والقمر يكسف بالشمس في كل شهر منذ بدء الدهر ولكن البشر لا يشاهدون الكسوف إلا عندما يكون في مخروط الظل القمر فكيف يمر القمر من تحت الشمس في العرجون القديم ولا يكون له ظل أفلا تعقلون؟ وعلماء الفلك على ذلك من الشاهدين ولكنهم لا يخبرونكم بكسوف الشمس إلا ما سوف تشاهده مناطق في العالمين ما لم فلا يتكلمون حتى يكون كامل الكسوف الشمسي في القطب من حيث لا يوجد بشر وذلك حتى لا يفقد مصداقيتهم العلمية ولا ننوم عليهم بذلك وإنما ننوم عليهم أنهم يعلمون أن القمر صار يمتحق قبل موعد الامتحاق وصار يولد من قبل الاقتران فتجتمع به الشمس في الاقتران المركزي وقد هو هلال ومن أظلم ممن كتم شهادة عندهم من الله فمن يجيرهم من عذاب الله الأدهى والأمر بل كافة البشر يشاهدون بأم أعينهم أن القمر البدر اكتمل قبل أوانه فيدهشهم الأمر فمن ثم يستقف بعقولهم بعض المغضوب عليهم من علماء الفلك فيقرعونهم بالكذب وهم يعلمون فيصدق الكذابين ويكذب الإمام المهدي الصادق بل ويكذب ما تراه أعينهم على الواقع الحقيقي من اكتمال القمر البدر قبل موعده بليلتين أو ثلاث نذيرا للبشر لكل من بلغ رشده ولا يظلم ربك أحدا لسوف يحكم الله بيني وبينكم بالحق وهو خير الفاتحين والعذاب من أكبر إلى أكبر إضافة لعذاب ما يسمونه فيروس كورونا فقد علمتم من أصدقه الله التحدي بالحق على الواقع الحقيقي ولسوف يمل الله لكم من خزائن عذابه بما لم تكونوا تحتسبون وأرجو من الله أن يعجل بالفتح من باب ذي عذاب شديد رحمة بالضعفاء والمساكين والمظلومين في العالمين إن ربي محيط بالمجرمين وأن يعجل بالتمكين رحمة بالمظلومين حتى لو كنت للتمكين من الكارهين أم تظنون الإمام المهدي ناصر محمد اليماني فرحانا بكرسي خلافة العالم؟ وأقول الله أعلم بما في نفس عبده كوني أعلم أني مسؤول بين يدي الله من بعد التمكين على العالمين ولكنكم يا عشاق السلطة في العالمين لا تعملوا للقاء الله أي حساب فما أجبنكم بين يدي الله أذل ومأواكم جهنم ومئس المصير ما دمتم مصطرين على استكباركم على أمر الله فالحكم لله وهو خير الفاتحين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني تلت على مسامعكم هذا البيان إحدى أنصاريات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني